السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة حصات اليوم ان شاء الله عندها علاقة بميدان طبي فكيف نعرفه فاشك نزور الطبيب اغلب المستلحة لكي يستعمل اغلب كلامك بلغة الفرنسية لهذا فكرت نقدم لكم واحد الفيديو اللي فيه مجموعة من الاسئلة اللي غالبا ما الطبيب يطرحهم على المريض بطبيعة الحل بلغة الفرنسية وايضا بعض الاسئلة اللي ممكن للمريض يطرحهم على الطبيب فنبدو على بركة الله ونشوفوا حماد للمريض يطرحهم على الطبيب فالطبيب البطار قلوبا هو المريض قلوبا ف المريض ونشيرnels من لا نظرتناhearted لكن لغتاننغرافه د eco اوال السؤال المريض اللي قلوبة القصرة هي ما هو المشكوم الغ galباسي نظرتك ما هي طبيعة مشكلتك الصحية؟ فالسانتة هي الصحة ما هي طبيعة مشكلتك الصحية؟ من بيد رأي سألو على الأعراض أو les سمptوم كالسان vos سمptوم؟ يعني شنو هي الأعراض اللي عندك؟ كالسان vos سمptوم؟ من بيد رأي سألو على la دولار أو الألم او رسنتي vous la دولار؟ او رسنتي vous la دولار؟ يعني أين تشعر بالألم؟ او رسنتي vous تشعر la دولار هي الألم؟ يعني أين تشعر بالألم؟ او رسنتي vous la دولار أو أين تشعر بالألم؟ من بيد الطبيب رأي سألو بشان وش مو مكين توصف الألم اللي كاتشعر به؟ Est-ce que vous pouvez décrire la douleur que vous ressentez ? Décrir qui signifie WASF La douleur Que vous ressentez Est-ce que vous pouvez décrire la douleur que vous ressentez ? Combien de temps avez-vous ressenti ces symptômes ? كم من وقت و منذ م ineffective هل تشعر هذا أعراد؟ تشعر هذا الأعراد؟ يشوفوا سؤال أخر هذا سؤال غريبا ما تتشعر بكسل هل المريض فيه الفييفر او الحمى او بدرجة سخانة اتفو اليرجيك او كالكشوز فهنا الطبيب كيسل المريض واش عندو حساسية من شيء ما فالاليرجي هي الحساسية اتفو اليرجيك يعني هل انت مصاب بحساسية تجاه شيء ما اتفو اليرجيك او كالكشوز اتفو اليرجيك كالكشوز من مشاكل في النوم هل أصيبت بهذا المرض من قبل؟ أبقاون يعني من قبل مالادي هي المرض هل أصيبت بهذا المرض من قبل؟ أبقاون هي من قبل أو سابقا نجرب لنالتالية هل أصيبت بهذا المرض من قبل؟ هل أصيبت بهذا المرض بده magarirea США؟ رابطة؟ هل أصيبت بهذا المرض من قبل؟ إليس سؤالسة عملية جرحية في الماضي إنه وفتص ايضا ممنون وفتص ايضا الأمر إليس سؤال الثانية وفتص ايضا إنه وفتص ايضا إليس قائل إنه وفتص ايضا مخاوف بالنسبة لنفسي بالنسبة لحظارة بهذا السموء هذا المؤكد هل إشترى ذلك هذا؟ الآن لنسأل الان سؤال سؤال هل يطبيئكي السؤال الأول المريض كان يطرح المريض لطبيب كيف يسأل المريض من بعد الطبيب يسأل مرحبه مرحبه ما هو تشخيص حالتي مرحبه مرحبه ما هو تشخيص حالتي من بإدرائس الأيدان هل أحتاج إلى الأدوية فالإمكانهم الأدوية فالإمكانهم الأدوية يعني لإلاج حالات الصحية فالإطاء الصحية يعني حالة الصحية هل أحتاج إلى الأدوية لإلاج حالات الصحية من بإدرائس الأيد كيف هو الأدوية يعني ما هو الأدوية الذي تنصحني بيه كيف هو الأدوية الذي تنصحني بيه جو فسو Crystal كمين دو فواi بعجور كممارة فالإلهام تشكرني كمين دوية يعني كممارة فالإلهام يمكن ط Percomm دائماBE ما دانسيه انتهى آها دائماد فهلاً انتهى فى أنه حأنا نحن يتحدث سؤال آخر Combien de temps faut-il pour guérir de mon état de santé? Combien de temps faut-il pour guérir? Yani kam minal waqt yastagreqo chifa' mon état de santé haleti as-sahiyya? Combien de temps faut-il pour guérir de mon état de santé? Ou kam minal waqt yastagrek chifa' haleti as-sahiyya? Comment je peux savoir si mon état de santé s'améliore? Comment? Kaïfa? Je peux savoir yomkinouni an-arif si mon état de santé Iza ma kanet haleti as-sahiyya sa-méliore tata-has-san Comment je peux savoir si mon état de santé s'améliore? Fa sa-méliore katani tata-has-san Comment je peux savoir si mon état de santé s'améliore? Ou kaïfa yomkinouni ma-arifat ma iza kanet haleti as-sahiyya tata-has-san Comment je peux savoir si mon état de santé s'améliore? Je vous solle akhar Yat-il des mesures préventives que je peux prendre pour éviter de tomber malade à nouveau? Yat-il des mesures préventives que je peux prendre pour éviter de tomber malade à nouveau? Fa les mesures préventives Yat-il des mesures préventives Yat-il des mesures préventives Que je peux prendre Yomkinouni tikhaduha Pour éviter de tomber malade à nouveau? Yat-il des mesures préventives Que je peux prendre pour éviter de tomber malade à nouveau? Ou yomkinouni tikhaduha Yomkinouni tikhaduha يسبب الله أكبر في الجيد υجيل يعني سنكون حدير يحو الب mi指ي يجب أن يفلك يجب أن يفعل رد Strong يبدأSA أنه Oke operazioni وهذه النقام الفرغانية كما يقول buenas كما سمعت ده رادي終 Zentريدي أو ده اخزامن أو تحاليل أو جهد اخرا هل أن أعaniسب سنة؟ تعليمه هل يجب على على جهد من تحاليل دم؟ ده راديو كون تحاليل 450 أو سور بلى لشرDS او ده اخزام من تحاليل اخرا Sachت أن أعفضل TP zustو أن أعضir يا رادييو في المتابع أن أحجز موعد للمتابع سي وي إذا كان الأمر كدالك كن يعني فمتا متا يا كن هل يجب علي أن أحجز موعد للمتابع سي وي إذا كان الأمر كدالك كن يعني متا وبهذا نصل لنهاية الحصة اللي عندها علاقة بالميدان طبي فتعرفنا على مجموعة من الأسئلة اللي ممكن الطبيب يطرحهم على المريض وأيضا بعض الأسئلة اللي ممكن المريض يطرح على الطبيب باللغة الفرنسية بتبعي الحل فكنتمنى تكونوا استفدوا من هاد الكستشون وتشاركوهم مع أسيقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة وخصوصا شاركوهم مع الناس اللي مرض ويزور بزاف الطبيب فكنقول لهم الله يشافكم الله يعافيكم يا ربي ونتلقاوا في الحصة المقبلة إن شاء الله